ونزاك المجتمع المغلق من أهم علامات الطبقية الدينية إيه اللي حاصل يجاوزهم من بعض ويعيشوا مع بعض وبقيت الناس بعيدين يقول لي يعني أنت عايزني أتجاوز حد مش على أخلاقي ومش لا 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 حاضر تنامي كان بيتكلم على الدين بمعنى الأخلاق مش الدين بمعنى الصورة اللي أنا مصورة عن الدين يبقى أول حاجة بتظهر فيها الطبقية الدينية هو احتكار الدين الحاجة التانية اللي بتظهر التربيع على احتقار الناس أولا فيحتقر الناس اللي شايفهم أقل منه في التدين فممكن عادي يعني يبص ديهم من فوق لتحت ممكن ما يسلمش عليهم على فكرة يعني أنا أقول لكم حاجة أنا عمر الوالداني بتحصى لدي أنا 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 بزي الأزاري ده والله أقول لكم أنا بزي الأزاري ده ممكن حد من أهل التدين الكامي أبعاني فانه فما يسلمش عليهم طب أنا أعمل له يعني أعمل له إيه أكتب من كده إن أنا مشتغل بالدين يعني لو كان حد هو عايز يسلم عليه وليه علاقة بالدين يبقى أنا راجل مشتغل بالشريعة المتشرع ده لكن هو ما يسلمش علي عشان أنا مختلف عنه مختلف عنه ليه وإذا كان في بعض الأحيان أتعمد إن أنا أسلم على أخوي عشان أقول له حبيبي إنت حبيبي بتعملش كده اللي إنت بتعمله ده يسيء للدين يسيء للدين لأن في الحقيقة إنت مش فاهم إن إحنا كلنا عبيد لله فنسلمش على غيره ما إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصانا إن إحنا نسلم على من نعرف ومن لا نعرف وقال عليه الصلاة والسلام المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره تالت حاجة بتظهر أو فيها التدين الكم ده إنه يربي نفسه على تصيد العدوة ده مش بس تصيد العدوة ده هو أستاذ تلاقي الشخص ده أكثر الناس تصيدا للعدوة مع الآخرين يعني إيه اللي حصل يفضل يتصيد العدوة مع الناس ويتصيد تلاقي الشخص ده أكثر الناس تصيدا للعدوة مع الناس ليه بقى؟ لأنه حاسس جواه إنه هو شعب الله المختار نحن أبناء الله وأحباه حاسس إنه هو الصح وما فيش حد صح غيره وإنه الأفضل فأي حد مش شبهه يبقى عدوه ليه مع إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا بالمسلم قال من سلم الناس من لسانه ويدي يعني يكون سلام للناس مش عدوه ليهم من غير سبب للعدوة لدرجة أنا أقولك حاجة إن من أكثر الحاجات اللي بيتربع عليها الشخص ده الشخص اللي هو بتاع الطبقية الدينية يتربع على حاجة خطر جدا جدا إيه هو؟ مش بس إنه هو ما يسلمش على الناس مش بس إنه هو يعمل مجتمع مغلق مش بس يحتقر الناس لكن يتربع كمان إنه هو لازم يعيش في غربة لازم يعيش في غربة يعني إيه؟ أنا مش زيكم فأنا لما ما بعيشي زيكم وما أختلتش بيكم وما بعيشي معاكم وأنا في حتة تانية أنا بنفذ مراد رسول الله فطوبة للغرباء لا الغربة ديت الحقيقة مش حضرت النبي مش طالب إنه نعيش في غربة ده بيتكلم على الحالة عتحصل للناس مش إنك إنت لازم تخلي إنت غريب في وسط الناس اللي زي دي على فكرة أنت بتشاور بسبعك ده على الناس اللي زي دي أنت بتتكبر عليهم حالة تنبي معملش كده حالة تنبي معلمش الصحابة يشاوروا بصوبعهم دولة على المنافقين ولذلك الصحابة ما كانوش يعرفوا المنافقين عشان ما تبقاش ما تبقاش في المجتمع الخصلة اللي أنت بتعملها دي لو كان حد لو كان رسول الله عايز يأسس فينا الطبقية الدينية كان فضح المنافقين أسماءهم كلهم بس ده ما حصلش نحن نكلم عن المنافقين المنافقين ما في المنافقين اللي على قدقات اللي هم ما كفوا ما حصلش أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ومع ذلك أنت بتعمل كده مع إخواتك في الإيمان وإخواتك في الإسلام إخواتك في الدين إخواتك اللي الأصل إخوانا على سور المتقابلين إنما المؤمنون إخوة أنت بش عايش بتاه وعشان كده التلت خصال اللي احنا قلناهم دي بتخلي المجتمع منقسم تخلي الناس تنفر من دين الله ويحسوا أنهم مش محل نظر وود الله فالدين ما بيطلبش مننا التمييز هذا تمييز خبيث هذا التمييز تمييز يفقد معنى السواسية قال أن الناس كأسنان المشط حدث الرسول كان بيكلم عن الناس لا فضل لأعربينا على أعجمي إلا بالتقوى والتقوى دي محلها في القلب فإزاي أنت عرفت أن أنت تقي إزاي أنت قدرت تحكم عن نفسك أنه وتقي أن أنت تقي وغيرك مش تقي عشان أنت بس صورت نفسك أن أنت عابد لله الدين عايزك تبقى في محل العبودية فتكون إنسان زي محضرت النبي قال أقربكم مني أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا مين أحاسنكم أخلاق حدثنا كمان يا رسول الله المطقون أكناف الذين يألفون ويألفون أنت أليف أنت الناس بتألفك ولا أنت قافل عن نفسك وعلى مجتمعك فمتكلمش جارك ولا بتكلمش ولا بتكلم جارتك ولا بتكلم الناس في الشارع وتقول يا رب ده أنا حايش هنا في كم من الناس اللي ما بيطعوكش أنا خايف أنا خايف أن أنا أتعذب بسبب الناس المحطين إيه البشاعة دي فأنت على فكرة مش جاي الحياة عشان تثبت أن أنت الأفضل أنت جاي الحياة عشان تعيش عبد الله بالمناسبة أنت عبد الله وهم عبيد الله وعلى فكرة أنت ممكن تكون شرير لأن أنت بتطلع أسوأ ما في الناس لأن الشرع أمرك أنك تدفع باللاتي يا أحسن والشرع أمرك أن أنت تخرج أجمل ما في الناس وأحسن ما في الناس وعشان كده كرامة العبد في حسن افتقاره لمولاه وعشان كده علامة أنك بتعيش بدين الله في الحياة أنك تعيش بالتراحمية مش بالطبقية يعني أنك أنك رحمة للناس ترجمة نانسي قنقر